فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك نعم الغلو هو الزيادة في الشيء من قولهم غلاء القدر إذا زاد غلاء الماء فيه بسبب النار حتى يرتفع ويطيش الماء هذا هو الغلو من غلاء القدر إذا ارتفع الماء فيه وزاد بسبب الحرارة هذا من ناحية اللغة من ناحية الشرع الغلو هو الزيادة في الدين بإحداث شيء غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى على وجه التقرب إلى الله بزعم صاحبه الله جل وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بالإحداث والبدع ولا يغلى بالمدح مدح الشخص كما غلى النصارى في المسيح بمدحه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية كذلك الغلو في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرفع إلى مرتبة الألوهية كفعل المتصوفة والقبورية الذين يقولوا قائلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن في معادي آخذا بيد وإلا قل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك حلم اللوح والقلم هذا غلو والعياذ بالله وإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه نسي الله وقال ما لمن ألوذ به سواك ونسي الله سبحانه وتعالى فإن الله هو المستعان وهو المستغاث وهو الملاذ والمعاذ سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه إلى أن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل العلم من علمه صلى الله عليه وسلم حتى علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير فأي غلو أشد من هذا والعياذ بالله وهذا سببه الغلو في المدح الغلو في المدح نعم وكذلك الغلو في الذنب عندما يكون الإنسان استحقا للذنب فإنه يذنب بقدر ما أتى بقدر ما يستحق ولا يزاد في ذنبه عن الحد المطلوب